يا مساء الفل على عيونكم معكم في قناة أكل وقسة والنهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة وبسيطة جدا انت لسه لحد دلوقتي مخزنتيش طماطم ومعملتيش بيها حاجة الطماطم بقت بخمسة جنيه ووفري فلوسك بقى وعملي حاجات جديدة في البيت هنعمل النهاردة القادشة بالبيتي بطريقة سهلة وبسيطة بتفكري لسه وبتقولي هل لو انا عملته في البيت هيطلع طعمه زي الجهز هقولك ان الوصفة دي اكيد هيطلع طعمه زي الجهز وكنت خايفة زي كده واقدمت على الفكرة وكانت فكرة جميلة جدا هنعمل القادشة بالبيتي بطريقة سهلة وبسيطة تقدري تقدمي بقى مع شوية بطاطس لأولادك توفري بقى فلوسك كتير دلوقتي الطماطم عندنا بقى بخمسة جنيه يعني تقدري تيميني منها كميات وتخزيني سلطة وتخزيني القادشة زي ما انت عادة انا هنا معي كيلو ونص من الطماطم بشيل بس الجزء اللي في النص ده بسكينة وبقطع الطماطم قطعيها مربعات وكعبات زي ما تحبي مهم قوي ان احنا نقطعها تقطيع كده صغيرة عشان تقدري تدربيها بكل سهولة انا النهاردة هدربها بالهند بلندر مش عايزين فيها ولا نقطة مية طب انت معاني كيش هند بلندر هتعملي ايه هتقدري تدربيها شوية في الخلاط حبة بحبة لو انت يدفت فيها شوية مية حركي كده الخلاط بشوية مية صغيرين وهيتضرب معاك وهتطلع معاك حلوة جدا علشان احنا عايزين نطلع المركز بتاع خليط الطماطم ده شكل الطماطم بعد اما ضربناها وعصرناها بالهند بلندر من غير ولا نقطة مية يعني كل السوية دي من قلب الطماطم هنعمل ايه دلوقتي هنصف فيها احنا مش محتاجين في الطماطم الجزء بتاع البذر والقشر والكلام ده احنا محتاجين صافي السائل بتاع الطماطم فهنصف فيها كده في الحلة اللي احنا هنشتغل بيها سايما شايفين طريقتها سهلة وبسيطة بس هتاخد منك وقت وانت بصف فيها عشان السمك بتاع الطماطم عشان احنا مضفناش ولا نقطة مية وده شكل الطماطم بعد اما صفيتها شايفين البذر والقشر ده احنا مش محتاجين في اي حاجة خالص هنكتغنى عنه تماما حبة ارمي ارمي حبة اضربية في الخلاط والطبخ دي مفيش اي مشكلة خالص حطيت الخليط ده بقى او الحلة دي على النار عالية جدا على اول عشر دقيق حسيرها لحدا ما تغلي معنا مهم او يبقى عندك معلقة جنب منك تبدا يتقلب الخليط كل شوية شايفينها بتغلي ازاي انا هسيبها كمان تغلي اكتر وبعد كده حواطي النار هنا بدأت تغلي معي وتفور وهو ده اللي انا عايزاه حواطي النار وهسيبها تتبك تماما بتاخد حوالي ربع ساعة لتلت ساعة لحدا ما توصل القوام اللي انتو شايفينه ده اسرت خالص وقلت الطماطم معنا وتقل جدا وسمكها حيو زي ما انتو شايفين كده ما بقاش فيها سوايل خالص هنزل عليها بقى ايه معلقة من الملح معلقة صغيرة من الملح حبة او واحدة من القرونفل نص معلقة صغيرة من الفلفل لاصمر نص معلقة صغيرة من بودرة التوم ونص معلقة صغيرة من بودرة البسط شايفين توابل ولا اسهل من كده سهلة وبسيطة جدا نسيت اقولك ان كل لو انت حبق الصوفة بتاعتك تبقى لونها احمر ومناكس جامد حاولي تختاري الطماطم تكون حمرة اه ما يكونش فيها جزء لا اصفر او اخضر احنا عايزين الطماطم تبقى حمرة خالص وردة عشان تطلع لك اللون الحلو زي ما انت شايفين الخليط بدأ يتقل معي حبدا بقى اضيف السكر بتاعي انا استخدمت روبا كوباية من السكر السكر ده بقى حسب الزور انت كي بتحب بالكاتشة بسكر وايه انا شفت ان روبا كوباية حلوة جدا وكانت مناسبة جدا من نسبالي السكر بتاعها جميل لو انتش حابة تزوزي زيادة عن كده اه زوزي دو ايه وزوزي زي ما انت عايدة و احط كمان نسبة كوباية من الخل مهم او ان خطوة الخل دي نحطها في اخر خطوة خالص علشان خاطر ما يقصرش معي ويدي الطعم ما يتبخرش معي وانحنا بنغني الخليط كل ده انا حطاها على النار هادية معي بقى معلقة من المياه حطيت عليها ربع معلقة صغيرة من النشاة دو بفهم مع بعض عشان ده اللي هيدي السمكة للخليط اللي زي الجاز لحظوا ان احنا عامنين الكاتشاب ده من غير اي مواد حفظة سهل وبسيط جدا تعرفي ازاي بقى ان الكاتشاب بتاعك ده بقى جاهز تجيبي طبق وتحطي عليه معلقة لو لقتيها بتنزل ثوائل مش كتل يعني جزء مش ماسك نفسه يبقى الكاتشاب لسه محتاج على النار شوية لو لقتيها متماسكة واللي كوزء اللي بينزل كله من غير ولا نقطة مياه يبقى احنا كده الكاتشاب بتاعنا مناسب تعالوا بقى اقولكم الكاتشاب اللي احنا عملناه بكيلو ونص من الطماطم وعايز اقولك ان كيلو الطماطم دلوقتي بخمسة جنيه يعني مفيش اي حجة خالص انك تعمل الكاتشاب وتوفي لنفسك استخدمت كيلو ونص يعني كلفني سبعة جنيه ونص عملي ربعمية واحد وتلاتين جرام من الكاتشاب يعني ازاست الكاتشاب اللي بتجيبيها التمانية وعشرين جنيه اللي هي ربعمية جرام انت يعتبر عمالتيها في البيت بامكانيات بسيطة جدا وكلفتك سبعة ونص وباقي المكونات او باقي التوابل هتلاقيها عندك طبيعي لان السكر والخل موجودين في اي بيت والبهارات موجودة في اي بيت شايفين شكل الكاتشاب ازاي؟ قوامه تقيل وحلو جدا يا رب الوصفات كون عجبتكم لو حابين تشوفوا لي وصفات اخضر مكسوش تدوسوا على اللايك وتدوسوا على علامة التجارة عشان تابعوا كل جديد شكرا لكم على الموصفة وباي باي